إزاي نادي الزمالك يستفيد من لاعب كبير زي إمانويل وده بسبب حبه الكبير لجماهيره للنادي وارتباطه بالجماهير والنادي لفترة كبيرة جدا إلى الآن وإزاي إمانويل يقدر يقدم أشياء كثيرة لنادي الزمالك ومستقبلية وإيه اللي تقدر تعمله يعني إيه اللي انت تقدر تقدمه لنادي الزمالك إيه اللي انت تقدر تعرضه دلوقتي إن الناس تستفيد من إمانويل في نادي الزمالك سواء على مستوى الناشئين سواء على مستوى اختيار الأفراق المحترفين سواء على مستوى القاعدة الكبيرة اللي بيتمتع بها نادي الزمالك وشعبيته في أفراقيا إزاي يستفيد نادي الزمالك من خلال كلام حضرتك واللي هتقدمه دلوقتي من قدرات وإمكانيات وإسم إمانويل كابتن أنا كلاعب أعطيت كل شيء للزمالك حتى بعد أن غادرت من الناحية المالية الزمالك استفاد ولكن أنا أقول هذا لأول مرة لكي يعرف جماهير الزمالك يعرفوا مدى حبي وشغفي بهذا النادي عندما تم بيعي لسبورتينج ليشبونا كان من المفترض أن أتقاض 15% من العقد لم أطلبها بل تركتها للنادي لأنني أحب النادي هذا الحب ليس فقط لمجرد أنني لعبت في الزمالك أقول أنني عندما أتيت إلى الزمالك أتذكر كابتن سامير عندما أتى إلى نايجيريا ليصطحبني وكانت الليلة بعد كأس الأمم الإفريقية في تونس أتى إلى نايجيريا بعد هذه البطولة وقال أننا سنواجه إلى أهل يوم الجمعة وقال لي أن لا بد أن نعود إلى مصر قلت له أنا مرهق فكاد أن يبكي إذن سفرت معه وذهبت معه إلى مصر اليوم أنا مدير فني لا أعلم ربما كمدير فني أستطيع أن أضيف قيمة ما أنا لا أقول أنه يجب أن آتي وأدرب الزمالك ولكن إذا كان المسؤولين عن الزمالك يرونني كابن لهم كابن للنادي ويؤمنون بي وأنه يمكنه أن يغير مسيرة النادي ولم لا؟ سأقبل أنا ذهبت إلى تنزانيا ولم يؤمن أحد بي إطلاقاً وتنزانيا لم تتأهل لكاس الأمم الأفريقية لمدة 39 عاماً وأهلتهم الحياة محطات إذا قالت إدارة الزمالك نحن نريد إمانويل أموليكي لكي يساعدنا سأبدو القصارى جادي إذا طلب النادي نصيحتي لكي أرشح لهم لعبين نعم سأرشح لهم لعبين أمنيتي هي أن الزمالك يكبر ويكبر ويتطور لأن الزمالك جزء من حياتي جزء من رحلتي في هذه الحياة أنا بدأت في الزمالك من نيجيريا الزمالك هو الأساس في ذهني لأن من الزمالك انتقلت إلى أوروبا إلى سبورت انجليش بونا ودائماً أنا أسعى لكي أخدم الزمالك بأي وسيلة طيب أرجعك بقى لذكريات الماضي والحاضر شايف المنافسة زي ما بين الأهل والزمالك اللي دايماً أنت عشتها وانت لعيب وعشتها وانت حتى كمدير فني وبعد ما بطلت زي شايف المنافسة ما بين الأهل والزمالك المنافسة بين الأهل والزمالك منافسة تاريخية وبالنسبة لي بعد أن لعبت دربيات كثيرة مع الأهل أدركت أننا مصريين بشكل عام الكل منتمي إلى فرق كبيرة ولكن ربما الفاصل بين الزمالك والأهل من حيث المسافة خمس دقائق ولكن كل مجموعة تنتمي إلى فريق لو أنا لعب في الزمالك فكري سيكون في الزمالك الأهل نفس الشيء ولكن في نهاية الأمر هذا الدربي يمثل مصر ويمثل الكرة المصرية إذن هذه التنافسية بين الأهل والزمالك هي تنافسية كوروية وليست كر لا يوجد كر انظر إلى عائلة واحدة في مصر ستجد أن الأب زمالكاوي الوالدة أهلوية والأطفال منقسمين أنا لا أعتقد أن هناك مستوى إلى مستوى متطرف من الشغف بكرة القدم كرة القدم هي كرة القدم الكل يدافع عن ما يحبه ولكن بعد نهاية كل شيء نحن نرى أنفسنا كأخوة كعائلات ونحترم بعضنا البعض لأننا مواطنين مصريين نساهم في تطوير كرة القدم المصرية وتطوير الثقافة الكروية المصرية اليوم نحن نحدفي بمحمد صلاح وأقول للناس أجمل شيء تستمتع به في كرة القدم المصرية الحديثة هو صلاح ولكن انظروا إلى اللاعبين المصريين القدامى كانوا رائعين أما الآن الآن ترون صلاح فالأمر لا يتعلق بكونه يلعب لليفربول أو يسجل أهدافا كثيرة ولكن ما جعله ما هو عليه هو أن لديه الشجاعة شيلسي استدعاه وتعاقد معه ولكن لم ينجح بالقدر الكافي ولكنه كان شجاع واستمر وانتقل إلى نادي آخر كان من الممكن أن يأخذ الطريق السهل ويعود إلى مصر ويوقع للزمالك أو الأهلي ولكنه قاتل من أجل الفرصة الآن واليوم سواء كنت سواء نيجيري أو مصري أو أي جنسية إفريقية كلنا فخرين به وبصفتي لعبت في مصر أعرف ما هو معنى محمد صلاح في مصر هو بطل وأنا أحترمه كثيرا وهو في دائرة احترامي وأحترم الطريقة التي استطاع بها أن يجعل من نفسه اسم كبير فاكر هدفك في مرمى النادي الأهلي معايزة أعرف أبرز اللعيبة اللي في النادي الأهلي اللي كنت بتعمل لهم حساب كبير جدا كان وقت صعب في هذا الوقت الأهلي كان لديه لعبين عظماء أتذكر التوأم حسام حسن حسام حسن وإبراهيم حسن وكان وقت صعب الأهلي نحترمه لأن لديه لعبين رائعين وعلينا أن نكون أمناء نحن لا ندخل في معركة ولا نحترم المنافس لا المنافس لديه فريق محترم وقوي والزمالك في ذلك الوقت كان متفوق كان يفوز على كل الفرق وكنا بارزين جدا وكان لدينا لعبين رائعين وأي أحد كان يلعب في الفريق وكان كابتن الفريق هشام يكن خط دفاع في وجود أشرف آسم رائع جدا كان لدينا لعبين عظماء وأي أحد في الفريق كان يلعب خالد الغندور كل الأسماء التي لعب فيها فاكر هدفك؟ الهدف اللي أحرسته؟ كان آخر هدف أحرسته كنا نلعب في استاد المقاولون العرب كان هذا آخر هدف سجلته قبل مغادرة شكرا للمكاولون العرب ترجمة نانسي قنقصة